التساعة صباحا بتوقيت القاهرة أستابعة بتوقيت جرناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تأهيل وتدريب الآئمة على نحو مستدام لصقل خبراتهم باستمرار وتعزيز قدرتهم على موكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة حيث تناول الاجتماع مستجدات برامج تأهيل وتدريب الآئمة الجدد فضلا عن الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف لإفادة الآئمة وقراء القرآن الكريم إلى دول العالم خلال شهر رمضان الكريم وفي هذا الإطار وجه الرئيس السيسي بانتقاء أفضل العناصر من الآئمة والقراء وإعدادهم بصورة متميزة قبل سفرهم للخارج بما يسهم في أداء رسالتهم على الواجه الأمكال الأكمل بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبات الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان وقال وزير الدفاع أن ذكرى نصر العاشر من رمضان المجيد ستظل رمزا للقيم الخالدة لأمتنا المصرية وامتلاكها أسباب القوة والقدرة لألاء إرادة الوطن والعبور به إلى أفاق المستقبل مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة يستليمون قيم التضحية والفداء والعمل بكل تجرد لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها محافظين على أعلى درجة الكفاءة والاستعداد للوضي عن تراب الوطن وحماية مقدرات الشعب المصري وركائز أمنه القومي على كافة الاتجاهات كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق ساما عسكر ببرقية تهنئة ممثلة إلى الرئيس السيسي بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان وقال وزير الداخلية إن ذكرى العاشر من رمضان ملحمة وطنية خالدة ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ بأحرف من نور لتجدد في وجدان أمتنا لحظات الفخر والانتصار والاعتزاز بما قدمه رجال مخلصون عهد الله على التضحية والفداء كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق ساما عسكر أكد ستيفان دوكاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش استعداد الأخير للقاء وزير الخارجيات الروسية سيرجي لافروف بنيويورك في إبريل المقبل حال طلبت روسيا ذلك وأضاف دوكاريك أن الأمين العام سيوصل اللقاءات مع جميع الأطراف في إطار عمله وتترأس روسيا مجلس الأمن الدولي في إبريل المقبل ومن المتوقع أن يشارك الأفراق في عدد من اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخايل أوليانوف أن محطة زبوريجيا النووية يجب أن تكون محمية من أي قصف للقوات الأوكرانية وأكد دعم بلاده لجهود مدير الوكالة الدولية للطاقة الثرية رفائل جروسي الهدفة إلى حماية سلامة محطة زبوريجيا من جانبه أعلن جروسي أنه يعمل على خطط أمنية لحل وسط يضمن سلامة محطة زبوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو محذرا من زيادة النشاط العسكري حولها انتقد البيت الأبيض بشدة القرارات والتصريحات الروسية الرافضة للامتثال لمعهد نيو ستارت النووية معتبرا في الوقت نفسه هذه القرارات بأنها باطلة قانونا وقال مسؤول في البيت الأبيض أن القرار الروسي الأخير الخاص بحجب كافة البيانات بشأن أنشطتها النووية بما يشمل الإطلاقات التجربية وذلك بعد انسحابها من معهدت نيو ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية الشهر الماضي يعد انتهاكا صارخا آخرا لهذه المعهدة مشاهدين انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل